وزير الإسكاني يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات مع التوقعات بإخدام أوبك بلاس على خفض جديد للإمدادات لدعم الأسعار السعودية والصين توقع عن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بمقايضة عملات ثنائية بقيمة الخمسين مليار يوان نشأة اقتصادية جديدة من النيل أهلا بكم نبدأها حيث وقع الرئيس عبد الفتح السيسي قانونا بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مواد هذا القانون تنص على أنه تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات ويتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيل هذه الحالية لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة بحث وزير الإسكان عاصم الجزار مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي مجالة التعاون المشترك والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الجزار وجه مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل كافة المشاكل وتسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقا للقواعد المعمول بها من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المجالات ولجميع المستثمرين أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية خلال الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من ديسمبر المقبل بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المجلس أشار إلى أن البعثة تشمل قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمباط والمحركات وألات ومعدات الصناعية والصناعات الكهربائية كما ذكر المجلس أن البعثة التجارية ستشهد مشاركة أربع عشر شركة من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 قال وزير المالية محمد معيط أن الحكومة ماضية بخطا ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي على نحو يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة في الجمهورية الجديدة معيط أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تشمل أكثر من خمسمائة مليون معاملة سنويا يستفيد منها عشرين مليون مواطن وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن سبعة وثمانية من عشر تريليون جنيه وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر وقالت وزيرة التخطيط هلا السعيد إنه سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لإنشاء نحو المائة مدرسة في كل المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني لتقديم أفضل للخدمات التعليمية بتكلفة تناسب الطبقة المتوسطة هذه الشراكة تأتي بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من تطوير أرض القرية الكونية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطع الخاص في مجال التعليم وجه وزير الرأي هانسويلا بعداد تطبيق رخمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني من عدمه واستعرض الوزير خلال اجتماع عقده مع عدد من قيادات الوزارة أبرز أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة فضلا عن جهود هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي والتي تمتد بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر أكد وزير الزراعة السيد القصير أن تغير المناخ يمثل تهديدا وقوديا للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد من الممكن معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ وخلال كلمة الوزير في مائدة مستديرة رفيعة المستوى التي أطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء أشار الوزير إلى أن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحات التغيرات المناخية شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بلندن في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة وفي كلمته أكد أبو الغيط عمق الروابط الراصخة والممتدة لقرون بين المملكة المتحدة والدول العربية وأشار أبو الغيط إلى أن التبادل التجاري العربي البريطاني لا يزال مهما بالرغم من المنافسة الكبيرة التي يتعرض لها من القوى الاقتصادية التقليدية وتلك الناشئة إذ بلغ سبعة وخمسين مليار دولار مع نهاية عام 2021 ننتقل إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوباك بلس الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي المعروف بمزيج برينت ستة وستين سنة إلى واحد وثمانين دولارا سبعة وعشرين سنة للبرميل كما صعد الخام الأمريكي بستين سنة إلى ستة وسبعين دولارا وتسعة واربعين سنة للبرميل في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة عززت الرهانات على انتهاء المجلس الاحتياطي الاتحادي من دورته لرفع الفائدة الذهب زاد في المعاملات الفورية بواحد من عشر بالمئة إلى ألف وتسعمائة واحد وثمانين دولارا ثمانين سنة للوقية بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند ثلاثة وعشر دولارا ثلاثة وسبعين سنة للوقية بينما ارتفع البلاتين بنصف بالمئة وكذلك زاد البلاديوم بثلاثة من عشر بالمئة في آسيا ارتفع مؤشر بورصة اليابان الرئيسي لعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود قبل أن يغير مصاره ويغلق على انخفاض مع توخي المستثمرين الحضر من المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر في الأوينة الأخيرة وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بتسعة وخمسين من مئة بالمئة وغير المؤشر التوبكس لوصع نطاقا مصاره أيضا لينخفض بسبعة وسبعين من مئة في المئة من قيمته وقع البنكان المركزيان في كل من السعودية والصين اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لمقايضة عملات ثنائية وأشار بيان إلا أن الاتفاق الذي تصل قيمته إلى خمسين مليار يوان أو ست وعشرين مليار ريال سعودي سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أهمية تسريع وطيرة التصنيع في إفريقيا لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وبناء القدرة على الصمود وتعزيز تشغيل العمالة ومكافحة الفقر وقال جوتاريش في رسالة وجهها بمناسبة يوم التصنيع في إفريقيا قال إن التصنيع لابد أن يكون مستداما وشاملا مضيفا أن تعزيز عدد النساء في وظائف التصنيع هو الطريق الأضمن لتحقيق أقصى قدر من الانتاجية وضمان وصول فوائد النمو الصناعي إلى أسر ومجتمعات العاملين فيه أكد البنك الدولي أن كينيا قد تخسر ما يصل إلى 7.4% من نتيجة المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب التغيرات المناخية ما لم تتخذ تدابير صارمة لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه التغيرات على اقتصادها وقد شدد البنك على أنه يمكن تخفيف تداعيات التغيرات المناخية على كينيا وهي أكبر اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا بشكل جزئي عبر ارتفاع معدل النمو السنوي والتحول الهيكلية للاقتصاد في كينيا أعلنت شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما اليابانية الانتهاء من المرحلة الثالثة من عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايشي للطاقة النووية في البحر مع تخطيط لمرحلة أخرى في السنة المالية الحالية كما هو الحال في المراحل السابقة أطلقت شركة طاكيو للطاقة الكهربائية القابضة نحو 7800 طن من المياه المعالجة على بعد حوالي كيلو مترا واحدا من قبالة الساحل عبر نفق تحت الماء وذلك اعتبارا من الثاني من نوفمبر انتهت أخبارنا هذه التذكير بما فيها من عنوين وزير الإسكان يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات مع التوقعات بإخدام أوباك لس على خفض جديد للإمدادات لدعم الأسعار السعودية والصين توقعان اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لمقايضة عمولات ثنائية بقيمة الخمسين مليار يوان انتهت نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة